واستحارة ترقب واسع مشاهدين السحوذة الهدنة الإنسانية المنتظر تطبيقها وتبادل الأسرى في غزة على حديث رواد مواقع التواصل في حين يظل الباب مفتوحا أمام تنديد مدتها وزيادة عدد الأسرى المفرج عنهم من الجانبين دعوني أخبركم أبرز بنود الاتفاق مشاهدين يشمل اتفاق الهدنة وقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية في القطاع ووقف حركة الآليات المتواغلة في غزة ووقف حركة الطيران في جنوب غزة وكذلك في شمالها لكن لمدة ست ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء بموجب الاتفاق أيضا ستطلق حركة حماس خمسين أسيرا من النساء والأطفال على دفعات خلال أربعة أيام في المقابل ستطلق إسرائيل صراحة مئة وخمسين أسيرا من الأطفال والنساء أيضا من سجونها على دفعات وزارة العدل الإسرائيلية نشرت قائمة بأسماء ثلاثمائة أسير فلسطيني تنطبق عليهم وصفات القبول بالإفراج وهذه أبرز الأسماء التي ضمتها طبعا في إطار صفقة التبادل المشاهدين من المتوقع تحرير كل من شروق دويات وروان نافذ أبو زيادة ونرهان إبراهيم ثم إبراهيم عواد ومرح بكير أما أبرز الأسماء من الأمهات المقرر تحريرهن فهن فدوى حمادة وإسراء جعبيس وأماني أحشيم نفوذ حماد هي أصغر أسيرة فلسطينية ضمتها القائمة وهي تبلغ من العمر 16 عاما وحكم عليها مؤخرا بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما وهي معتقلة منذ عامين فيما يخص أبرز الأسماء أسماء القاصرين الواردة في القائمة فقد كان أبرزهم الجريح محمد أبو عواد قطيش دو 17 عاما المحكم بالسجن الفعلي لمدة 15 عاما الذي يزعم الاحتلال ضلوعه في عملية بحي الشيخ جراه كيف تلقى رواد المنصات خبر اتفاق الهدنة المؤقتة في غزة إذن المحل الحميد ريزق مثلا هنا يرى أن مجرد قبول إسرائيل بمبدأ التفاوض مع حماس والحديث عن هدنة وتبادل أسرة بغض النظر عن التفاصيل فهو اعتراف بالهزيمة العسكرية والفشل الميداني كذلك جاد موسى يعتقد أن اتفاقية الهدنة يعني فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها فلا قضاء على حماس ولا استعادة لكل الأسرة ولا نتائج سياسية ولا عسكرية وليس سوى قتل الأطفال ثم يضيف على الرغم من الخسائر البشرية والمادية في غزة فشل إسرائيل وصمود حماس وفرض هدنة وتبادل الأسرة يراها وتثبيت طبعا قواعد جديدة للصراع يرى أنه امتصار فلسطيني وتثبيت لهذه القواعد غزة تنتصر حسب وصفه ترجمة نانسي قنقر